بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكو حبيبة عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الحواوشي ان شاء الله هنشوف المقادير بتاعتو معايا هنا فلفل ارنقوتي ومعايا فلفل حامي معايا فلفل رومي تمام؟ معايا بقى كده قطعة من الدهن حوالي ايه؟ 100 جرام او 150 جرام وطبعا لو عندك ليا يفضل بتخلي الحواوشي طعمه في منطقة الجميل معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة ده بقى حوالي كيلو الربع من البصل لو تعايز تخليه كيلو مفيش مشكلة التوابل بتاعتنا معايا معلقة كوزبارة ناشفة ومعايا معلقة بابريكا ده بصل بودر على توم بودر وفلفل اسود حبة صغيرين كده من بهارات اللحمة والايه؟ والملح معايا كمان هستخدم دي كوبيبة صيني وحبهان وورق لورة هطحنهم في المطحنة بتاعت الخلاط كويس قوي وانخلهم وهضفهم برضو على الايه؟ على التوابل بتاعتي معايا بقى بيكينج بودر هاخد معلقة صغيرة دي بقى بتخلي اللحمة جوا السندويتش بتاعي الحواوشي كده زي ما بتجيبيه من عند الجزار هشة كده وإيه؟ وتلاقاها مليا السندويتش هاخد بقى الفلفل والبصل أفرمهم ناعم في الكب بتاعتي وإيه؟ ونرجع نشوف هنعمل إيه مع بعض إن شاء الله أنا كده فرمت الخضار بتاعي البصل والفلفل أهو زي ما انت شايفة ناعمتهم قوي كده هضف عليهم بقى الايه؟ التوابل بتاعتي اللي احنا قلنا عليها خلاص كده طبعا أنا فرمت الدهن التاعي برضو وحطته على الايه؟ على الخضار والبصل على الفلفل والبصل أدي الكبيبة الصيني والحبهان واللورا هم بعد ما تحنتهم زي ما انت شايفة كده بنخلهم عشان ايه؟ يبقوا نعمين زيهم زي بقية التوابل ما يبانوش يعني في قلب التدبيلة بتاعتك هتدعاكي بقى كل التوابل مع البصل والفلفل هتدعاكيهم كويس قوي بس في الاول بس هحط ايه؟ معلقة صغيرة من البيكينج بودر اللي اتفقنا عليها أهم حاجة الخضار ده البصل والتوابل والفلفل تخلطيهم في بعض قوي يمتازجوا كده مع بعض اهو خلاص هنزل بقى باللحمة بتاعتي لازم تدعاكيهم بإيدي كويس جدا تمام؟ لحد ما تلاقي الأنسجة بتاعت اللحمة ظهرت زي ما انت شايفة اهو انا كده دعاكتها كويس جدا مع بعض اهي لغاية ما بصي الأنسجة بتاعت اللحمة ظهرت علشان خاطر تشرب من الخضار كويس جدا ويختلطب بعض كويس قوي احنا بقى النهاردة هنعمل كمية كبيرة جدا من النص كيلو مفروم ما شاء الله أوفر من بره بكتير قوي عايزة تعمليها غدوة للولاد بقى عايزة تقدمها ان شاء الله كده ايه فطار كده في يوم في رمضان كل سنة وانتو طيبين ربنا يبلغكم رمضان يا رب كده وانتو جميعا في أحسن حال انا بقى بحب اعمل الحبوشي بتاعي بقطعه كده الرغيف بقطعه نصوص يبقى سهل في الأكل ما بخليش الرغيف كامل كده على بعض هقطع بقى الكمية بتاعتي وهقولك انا حشي تقد ايه من الحبوشي نص كيلو عمالي كمية قد ايه طبعا انت عارفة ان الحبوشي بيبقى عبارة عن ايه عن بصل عن فلفل عن دهون هو ده الحبوشي اللي بيجي اللي بينجيبه من عند الجزار وبيجي بالولاد جدا فكل ما هتزاودي كمية البصل وكمية الدهون والفلفل هيديك نتيجة كويسة ومشاء الله هيبقى اقتصادي معاك وهيطلع كمية ايه كويسة من السندويتشات اهو زي ما انت شايفة كده بقى هحشي بقى العيش بتاعي كده الكمية بقى اللي انت شايفها مناسبة طبعا بقى في رمضان الاكلات السريعة الخفيفة دي الولاد بيحبوها يعني ايه بيفضلوها على الفطار وكده حاجة برضو تفتح نفسهم وفي نفس الوقت انضف واوفر من اللي بنشتري من بره انا مفضلتش اضيف اي حاجة على اللحمة اكتر من البصل والخضار عشان خاطر احتفظ برضو بتعمل ايه اللحمة ادي ما شاء الله اللهم بارك انا النص كيلو مفروم عليه كيلو الا ربع من البصل عملي حوالي خمستاشر رغيف بس انا زي ما انت شايفة كده مقطعاه من صاص شايفة ما شاء الله يعني اللهم بارك يعني شوفي بقى هتجيب الكمية دي من بره لو اشتريتيها بكام وطبعا عمر السندويتش ما هيبقى زي ما انت شايفة كده اهي شايفة الكمية قد ايه بسم الله ما شاء الله كويسة جدا من نص كيلو مفرومي يعني اكلة موفرة جدا النهاردة بقى انا هسوي معاكي الحبوشي بطريقتين طبعا بقى الطريقة اللي تعجبك او الافضل ليكي وهقولك الفرق ايه ما بينه دي صانية كده دهنتها كده بدهنة خفيفة من الزيت تمام زي ما انت شايفة كده هجيب بقى السندويتشات بتاعتي هرصها في قلب الصانية اهو طبعا انا مشغالة الفرن من بدري بحيث ان انا ايه لازم يدخل الفرن كده والفرن ايه اه على حرارة عالية اهو زي ما انت شايفة كده تمام دهنة بسيطة خالص من الزيت وعلى كل ايه سندويتش كده نقطة بسيطة جدا من الزيت برضه وهدخله الفرن احطه تحت في اول رف ماشي اهو زي ما انت شايفة كده هدخله بقى الفرن واول ما ياخد لون من تحت هايه هقلبه على الوشي التاني دي بقى ايه الطريقة التانية دي بقى بحط شوية زيت كويسين كده في الطوصة زي ما انت شايفة على البتجاز من فوق تسخن بس شوية كده وهروح امسك بقى السندويتشات بتاعتي كده اخلي اللي الزيت ايه على الوشين بتاعه اهو هدهن السندويتش من النحيتين بس على البتجاز من فوق عايز ايه كمية زيت زيادة شوية اهو زي ما انت شايفة طبعا هتخلي النار عليه هادية علشان خاطر تتأكد ان اللحمة استوت من جوه تمان هسيبه برضو ياخد لون من تحت واول ما ياخد اللون اللي يعجبك كده هروح قلبه على الوشي التاني الطريقة دي بقى بتخلي الحوشي يستوي معاك على طول ما بياخدش معاك وقت لو انت مستعجلة بس مشكلته انه بيستهلك زيت كتير وطبعا الزيت غالي جدا جدا فاحنا طبعا هندور على الطريقة الاوفر اللي هي ايه نسويه في الفرن يعني انت لو اه عايزة بقى الضواري على الاوفر وده اللي لازم يخصل تسويه في الفرن وايه وتعمليه من بدر شوية قبل معادل غدا بشوية ان شاء الله تخلصي على معادل غدا وفي نفس الوقت ما تبقش استهلكتي ايه زيت كتير اهو زي ما انت شايفة كده اول ما خد لون من تحت هقلبه بقى على الوش التاني لو غاية برضه ما ياخد ايه لون وانا شايفة ان النتيجة في الحالتين وانا بسوي في الفرن وانا بسوي على البتجاز واحدة الفرق بس في ان اللي على البتجاز ما خدتش وقت بس اخدت كمية زيت كتير اللي في الفرن بتاخد يعني وقت شوية يعني مش كتير برضو يعني لو بدأت بدر شوية ما فيهاش اي مشكلة بس ما بتاخدش كمية زيت ايه كتيرا كده خلاص الحواوش بتاعي استوى ما شاء الله اصلا داوتش مقرمش وجميل جدا من بره ومن جوه طاري وحاجة كده في منتع الجميل والريحة بقى مش عارفة اقولك ايه لو حبيتي برضو تحطي تضيفي للخلطة والتدبيلة بتاعتك فصين توم يعني انا استكفيت بان انا حطيت توم بودر وبصل بودر عايزة تحطي فصين توم ايه برضو يعني مفيش اي مشكلة ادي الحواوشي اللي استوى على البتجاز شايفة شكله او شايفة اللحمة استوت من جوه اهي برضو ما شاء الله في منتهى الجميل الحواوشي طالع تحفى تحفى شايفة بوريك انه هو مقرمش جدا من بره ومن جوه قلب السندويتش مستوي وجميل ادي بقى الايه انا طلعته بس عشان اقلبه اهو دي اللي الصانية اللي انا دخلتها الفرن انا طلعتها كده علشان خاطر اقلبها على الايه؟ على الوش التاني انا بولع بس على عين التانية كده حتة فحمة هقولك برضو هنعمل بها ايه جربي كده الطريقة دي في الحواوشي هتعجبك جدا ومشاء الله تطلع معاك كمية في منتهى الجمالي يعني ما شاء الله هم مبارك يعني طبعا عايزة تساوي بقى على قد افراد اسرتك والباقي زي ما هو كده جوه اللحم جوه الايش تكيسيها وتشيليها في الفريزر تطلعيها في اي وقت كده يدوبك ايه على التسوية مش هتاخد معاك اي وقت انا على طول بعمل كده بعمل الكمية اشيل حبة في الفريزر واعمل على قد الايه الاولاد اوه ما شاء الله برضو طالع تحفة في منتهى الجمال شايفة اللحمة برضو استود وطالع ما ارمش ومن جوه برضو ايه القلب بتاعه طري حاجة كده في منتهى الجمال شايفة يلا يا امر بقى ويكوني ناسية بقى وما عملتش الاشتراك في القناة ادي بقى كده ايه حتة الفحم اللي انا كنت بولعها بصي حطتها كده مع الحواوشي وحطت عليها نقطة زيت تمام هغطيها بس كده ايه اكتم الدخانة بس كده شوية بتاعة الفحمة تمام وهروح ايه شايلها بقى كده بقى زي الحواوشي اللي بتجيبيه من عند بتاع الكباب والكفتة واخد ريحة الفحم وحاجة في منتهى الجمال عملت جنبه صلاة التحينة وقدمت معا مخلل والفهانا يا رب ويرب يكون الفيديو عجبكو طريقة الحواوشي عجبتكم يلا يا امر ما تنسيش الاشتراك في القناة وتدعميني باللايك الجميل منك الفهانا مع السليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة